اشتركوا في القناة ما الأمر تبدو حائرا يا بينون فيما تفكر اسمع العزيز بينون أنت مدعو إلى قصري لنشرب الشاي معه من الملكة آه لما الخوف إذن يا بينون هيا احتفل تحمس أوه أنت ستشرب الشاي مع الملكة في قصر الملكة لكني قالق لم أشرب الشاي مع ملكة سابقا كيف أتصرف ماذا لو اتسخ فمي بالحلوة أو يدي بالكريمة هذا أمر مقلك ليس وأنت برفقة الشخصين المناسبين حقا حقا نعم سنعلمك كيف تشرب الشاي مع الملكة باحترام مستعد يا رنبا طبعا أنا مستعد شكرا شكرا لكم لا شكرا لا لنبدأ بإنزال رنبا رجاءا عفو جيد لنلقي نظرة عليك أولا الملابس الأنيقة هيا أرينا الآن آه جميل أنيك والآن عليك المش بشكل مستقيم ماذا تعني؟ تعني عليك أن تمشي كالأسد بفكرة كبيرة هكذا أسد وافق يب هذا أسد عجوز كل ما يلزمه هو بعض التمرين نتحسن بسرعة أنا أبدو غبيا صح؟ لا أبدا يا بينون بل تبدو رائعا تابع الماشي نحو أعلى التلة هنا الدرس الأخير هذه أفضل خدعة لي شاي مع الملكة من يصدق؟ آه الصغيرة لين هل ستحب شرب الشاي مع الملكة أيضا؟ العزيزة لين أنت مدعوة إلى قصري اسمعوا جميعا اسمعوا ما الأمر يا لين؟ العزيزة لين أنت مدعوة لنشرب الشاي معا في قصري من الملكة بخير 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 لماذا العزل يا بلبلة؟ أنا مدعوة لشرب الشاي مع الملكة أنا بلبلة مع الملكة عرفت أن هذا اليوم سيأتي وسأشلس حول الطاولة الملكة أوه وأنت أيضا العزيزة بلبلة بعد التحية أنت مدعوة إلى قصري لنشرب الشاي معا من الملكة بينون هل أطيتني دعوتك؟ ودعوتك يا لين ما الأمر يا روزي؟ أنا أعرف جيدا هذا الخط لم أعلم أنك تعرفين الملكة لا أعرفها أعرف من كتب هذا ماذا تعنينا يا روزي؟ أعني أن هذه من كارز ماذا؟ لكني تدربت آه وأنا لمعت من كاري هذا ليس لطيفا يا كارز أوه يا مساكين هيا تبعوني جميعا إلى أين تأخذين الجميع يا روزي؟ إلى قصر جلالة الملكة بالطابع هيا رائع لكن ظلمتها كانت خدعة هيا تبعوني جميعا هيا أعرف هو هيا أعرفين؟ انتهى هااااااا إلى أين تذهبون؟ سنذهب إلى القصر قصر الملكة مهلاً لقد كنت أخدعكم كانت مجرد مسحاة كن متأكداً أن جلالة الملكة لا تمزح تحديداً في دعوات شرب الشاي أبقى هل قادي معكم؟ هل تلقيت دعوة؟ لا آسفون من هنا؟ أتينا لنشرب الشاي مع الملكة سلالة الملكة في انتظاركم داخل القصر ماذا يجري هنا؟ شكراً لقدومكم إلى قصري تبطين جميلة وطاولة الطعام نعم وفي هذا القصر لا منع من بعض الطعام فوق الفم والحلوى فوق اليدعين سأفتح أهلاً رنبا تقصد سيد رنبا سيد رنبا هل أستطيع الانضمام إلى حفلة الملكة روزي؟ بالطبع بجرد واحد ما هو؟ أيها الصبي كوبة عصير آخر إذا سمع حسناً على الفور يا سيدتي روزي انظري إلي بلبلة هل أنت بخير؟ لقد سقطت سقط؟ أنا لم أسقط إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي ليس هناك ريحنا اليوم حاولي بهدوء يا بلبلة لا حاجة لي إلى ذلك أنا لست خائفة هل أنت بخير؟ هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة لعليك يا بلبلة كلنا نخضع أحياناً الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة لكن أظن أنني تدربت كثيراً اليوم في الواقع لقد تعبت من الطيران أنا سوف أعود لأستريح قليلاً في العش أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكراً يا روزي طريق البيت طويلة انترتي تصلين أسرع يا بلبلة لا شكراً التنقل على الأرض أكثر تسلياً أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا والعجلات أيضاً رائعة أهلاً روزي أتصابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً سأصلها إلى البيت وعلي أن أسير على مهن أوه على مهن بالطبع لا نتصابقوا إلى بيت رائعة هيا يا روزي هذا أمر مذهش العجلات هي الأفضل ولكن يا بلبلة ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيرانا والعجلة في دوران لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً أنت في مكاني رومبا أنت على حق روزي أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة لا عليك يا بلبلة هذا مسلل أوه لكن مكان بلبلة هو الفضاء لا تقلق يا روزي بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً ستصبح لي عجلات خاصة ما هذا؟ مزلاج طيور اركبي، سأريكي تضعينا جناحيكي هنا وترفر فينا لتحريك العجلات ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات مزلاج الطيور هذا أتعبني حان وقت الاستراحة في العش كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعاً لا أستطيع ماذا لو سكت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك أنا طائر عجلات الآن ما المشكلة يا بولبولة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت لكن أنا لما أسقط روزي انظري ماذا وجدت؟ كنت خائفة منها لكن بينون قال إنها تخافني احتاجت المساعدة وأنا الآن لم أعد خائفة منها أنت على حق نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف كارس سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور فعلت ما طلبت مني يا روزي وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك رائع أين هو؟ اتبعيني يا بولبولة إنني أطير أنا أطير ما زلت أجيد ذلك أهلاً برجوعي إلينا يا بولبولة ما أروع هذا المكان لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات رائع يبدو أن كارس يفتقد شريكته في السباق من يشارك في السباق؟ لا بأس يا رومبا قد تفوز في المرة القادمة أوه فستي بفارق بسيط لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً ليلة سعيدة يا روزي ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً عندها سأكون حقاً سريعاً جداً أنا يا رومبا الأرنب الطائر ووش اشتركوا في القناة